السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا مستمعي الافاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم سوف يتركز حول ذكرى عاشراء هذه الذكرى التي تقع في شهر محرم وشهر محرم هو من اعظم الشهور السنة عظمه الله تعالى وشرفه من بين سائر الشهور بل ان الله تعالى اضاف شهر محرم لنفسه العلية فيقال محرم الحرم شهر الله وذلك تشريفا لهذا الشهر اشارة الى انه حرمه بنفسه وليس لأحد من خلق تحليله هذا الشهر دي المحرم منذ الجاهلية كانت العرب تعظمه وكانك التفق على انهم لا يسفكون فيه الدماء ولا يقوع يقعون فيه في الحرم فسمي محرم الحرم وهذا الشهر محرم ضم فيه الله تعالى يوما عظيما من ايام الله وهو يوم عاشراء لهو اليوم لعاشر هذا اليوم يوم كريم وقعت فيه احداث كثير عبر التاريخ دائما قد يكون التاريخ البشري مبني على الصراع صراع بين الخير والشر صراع بين الظلم والعدل صراع بين الايمان والكفر هذا هو تاريخ البشرية منذ ان كان يوم القيام الى يوم القيامة منذ ان خلق الله ادم الى قيام الساعة تاريخ البشرية يتميز بالصراع بين الخير والشر الكفر والايمان العدل والظلم وغير ذلك فمن يتأمل اليوم لعاشر من محرم غد القب انه وقعت في احداث كثيرة اهم حدث وهو مقتل سيدنا الحسين ابن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم في معركة كربل في ارض وقعت فيها دماء وسراع وتسمى كرب وبل ومن تم اصبح فيه الشيعة يعظمون هذا اليوم ويعتبرونه يوم عزاء ويوم حزن ويعقيدون فيه المجالس للبكاء والنذب لكن مع ذلك قيل بان هذا اليوم وقعت فيه احداث اخرى منذ تاريخ البشرية يقال في بعض الاثار ان هذا اليوم هو الذي تاب فيه الله تعالى على ادم عليه السلام سيدنا ادم حينما ارتكب خطيئته واكل من الشجرة المنهي عنها فغضب الله عليه وعلى زوجة حواء ضل صيدنا ادم لفترة طويلة يبكي يستغفر ويتوب الى ربه والله تعالى صد عنه الى ان جاء يوم عشراء وانذاك ربنا عز وجل قبل توبة ادم فتاب عليه ومن ثم يقول العلماء والصالحون اللي بغي يجدد التوبة دياله كين مناسبات وفرص ومن اعظم المناسبات يوم عشراء لهذا فيه الصيام في التاسع والعشر من اراد ان يجدد علاقته مع خالقه ويتوب الى ربه قيل ايضا بان هذا اليوم يوم عشراء وقع فيه حدث عظيم وهو ان الله تعالى اخرج نبيه يونس ابن متى من بطن الحوت فسيدنا يونس ارتكب خطيئة كما ارتكبها ابوه ادم عليه السلام سيدنا يونس ترك قومه الذين امرهم الله تعالى بدعوتهم لكنه تقلق منهم اغضب وخلى القوم ليالو هاجر امشف حالو دون ان يأدن له الله تعالى فسفر في السفينة ومن تم ربنا عز وجل غضب عليه فالقي في البحر فالتقمه الحوت وظل سيدنا يونس في بطن الحوت بغي خرجك استغفر ربنا ورب ما بغي يغفر له ظل يقول سيدنا يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولكن ربنا عز وجل ظل صادا عنه ما بغي يغفر له احتى كانت الملائكة في السماء تقول يا ربنا هذا صوت عبد من الصالحين لا لا تعلم انذاك بالليل يا ربنا اغفر له ورب صد عنه ما بغي يغفر له الى ان جاء يوم عشراء انذاك ربنا عز وجل اغفر لنبيه يونس واخرجه من بطن الحوت فلولا انه كان من المسبحين لا لابت في بطنه الى يوم يبعثون فالعلماء قالوا بان ذاك اليوم اللي تنج في سينيونس وافق يوم عشراء كتسم يوم المغفرة يوم الرحمة وقيل ايضا بان في هذا اليوم عشراء رفع الله تعالى البلاء عن سيدنا ايوب عليه السلام سيدنا ايوب عليه السلام ايضا يقال بان الله تعالى ابتله بلاءا شديدا عظيما لان ابليس قال يا ربنا ايوب هذا يعبدك ويصلح في العمل لانك اكرمته اعطته المال والجاء والاولاد والزوجة الصالحة فقال لي ابتله حتى ارى فابتل الله تعالى نبيه ايوب بعذاب اليم مات له الاولاد وضاعت له الاموال واصيب بمرض خبيت عضال يقال سرطان من الدرجة الاولى فبقي سيدنا ايوب الحمد يلوك يطح له وكي يطلب مرتك يطلب الله تعالى كي تقول لي يا ايوب انت نبيه ادعو الله تعالى ان يرفع عنك العذاب لكن ايوب يقول لك لا ربي اراد ان يراني هكذا فالابقى وبقى سيدنا ايوب 17 سنة يعاني العذاب الاليم لقى هذا البلاء شديد هذا المرض اللي يوقع له حتى قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ولما اراد الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنه البلاء وفق ذلك يوم عاشورة هو اليوم الذي قال في الله تعالى لسيدنا ايوب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشرب فشرب من الماء واغتسل به وشاف الله ايوب ورفع عنه البلاء وجعله نعم العبد انه اوام وفق ذلك يوم عاشورة ايضا يقال بان هذا اليوم هو الذي رد الله فيه تعالى يوسف عليه السلام الى ابيه يعقوب فسيدنا يعقوب النبي وقع له بلاء عظيم لما ضع منه فلدة كبده يوسف خضوا الاخوة يالو وسرقوه وارادوا ان يغتالوه وجاءوا بدب كذب وقالوا يا ابانا لقد اكله الذب ابقى سيدنا ايوب يبكي قيل حوالي خمسة وثلاثين سنة وسيدنا يعقوب يبكي ينتظر عودة يوسف يقول ليوسف رهم مات لن يعود قلم لا انا كان شعور بانه سوف يعود سوف يرده الله الي وضل سيدنا يعقوب يدعو الله بالليل والنهار ولم يفقد الامل والنهار لغد رجع فيه يوسف عليه السلام من بلاد مصر وقد اصبح هو الوزير وزير المالي والاقتصاد والمستشار الخاص للملك في مصر رجع سيدنا يوسف معززا مكرم ففرح يعقوب ورد الله اليه بصره وغفر الله لاخوة يوسف وكان يوما سعيدا حينما سجد يعقوب وزوجته واخوته واخوة يوسف الي يوسف سجدوا قال يا ابتي هذا تأويل رؤياي ذاك اليوم العظيم وفق يوم عشرة كما يرد في بعض الاثار ان فيه كتوقع الاحداث السعيدة والعظيمة والمباركة بل ايضا يروى بان سيدنا نوح عليه السلام لما كان في السفينة وركب معه من ركب وبدأت تمشي في الامواج كالجبال والناس اللي ركب مع سيدنا نوح لنجهم الله تعالى كان ذاك اليوم ويوم عشرة نجى الله فيه نوحا وانزله من السفينة واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين توقفت السفينة ومن فهي من كان داخل السفينة نجع من الحيوانات والرجال والنساء والاطفال وكل من كان خارج السفينة وقع فوق الكوكب الارضي كله غرق غرق كل البشرية لم يبقى الا من كان في سفينة نوح فقيل ذلك اليوم الذي رست فيه السفينة ونزل منها نوح ومن معه وفق يوم عشرة كذلك قيل بأن في هذا اليوم سوف ينقذ الله تعالى نبيه إبراهيم الخليل من النمرود النمرود ذلك الحاكم المستبد الظالم الذي كان يدعي أنه إله وسيدنا إبراهيم خالفه واستمسك بالعقيدة الصحيحة فأمر هذا الحاكم الظالم بأن يحرق إبراهيم الخليل صنعوا له المنجنيق ورموه في حفرة وأدرموا النيران وسيدنا إبراهيم غير تحرق ذكر اللحظة قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فقيل بأن اليوم الذي نجى الله فيه إبراهيم الخليل من جبروت النمرود وفق يوم عاشورا بل قيل بأن في هذا اليوم غفر الله لنبيه داود لما ارتكبه من أخطاء وفيه أكرمه بأن وهب له سليمان وملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده كلام طويل في الآتار على التاريخ البشرية وقعت فيه أحداث كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا ويقال بأن دائما كان يوم عاشورا هو يوم الذي وقعت فيه أحداث عظيمة وفيه استجابة الدعاء الناس لهم على المدى بالشيعي يعتبرون هذا اليوم فيه مقتل سيدنا الحسين في معركة كربلاء لكي تاخدوه يوم حزن وعزاء لكن أهل السنة والجماعة يكتفون فقط بذكر أن هذا اليوم وقع فيه الحدث الكبير مع بني إسرائيل ففي هذا اليوم سوف ينجي الله تعالى سيدنا موسى من كيل فرعون لأن في هذا اليوم حينما هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كانت الهجرة الهجرة في فتح محرم يالله اجلس عشر يام في المدينة والقبل أن اليهود جميعا يصومون يهود بني قينقاع ويهود بني النظير ويهود خيبر وغيرهم يصومون فسألهم لماذا تصومون هذا اليوم يا بني إسرائيل قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه سيدنا موسى ومن معه من قومهم من بني إسرائيل نجاهم من الغرق وفيه غرق فرعون وهذا اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجود فصامه نوح وصامه موسى شكرا لله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم فأمر أصحابه بالصيام هنا نزل قول الله تعالى في كتابه العزيز وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله لأن الله عز وجل عنده أيام خاصة فيها أحداث لابد أن نأخذ منها الدروس والعبر والعباط فسيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ يقص على قومه ما الذي حدث نزل عليه الوحي نزلت آيات في تلك اللحظة تؤخلد التأريخ للصراع بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر بين العدل والظلم بين الخير والشر صراع الذي ميز فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام حكى لهم سيدنا رسول الله بأن في تلك الفترة رجل حاكم أعطاه الله تعالى عمر طويل عاش تلتمية سنة فرعون وطول لله العمر وعطاه الملك وعطاه القوة وعطاه السلطة وعطاه المال وعطاه التروة وعطاه الفهم والمعرفة وعمره ما مرض عمره ما قال أي عمره ما شعر بالتعب عمره ما مشى عن طبيب وعمره ما احتاج فهذا الظروف فرعون غضيت فرعا وغضي قل أنا ربكم الأعلى لأنه عمره ما شعر بالضعف البشري عمره ما شعر بالفقر البشري أحيانا قد يكون المرض والفقر والابتلاء نعمة عظيمة الإنسان كيشعر بأنه عبد ضعيف فكيعرف مقام العبودية ويميزه عن مقام الألوهية فيستغيط بربه ويتدلل وينكسر لكن أحيانا الإنسان ملك يكون عنده المال والجاه والسلطة يقدر يجيه نوع من الكبرياء والخيلاء ويتعالى على الخلق هذا ما وقع على فرعون فبدك يقول لهم أنا رمشي بشر أنا رني سليل الآلهة قال لهم أنا إله السماء وسليل الأرباب وبدك يقول لهم شوفوا النعيم لي عندي ما عندكمش أنا بحدي متميز أنا 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 يقول الله تعالى حينما تجبر فرعون فقال ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تختي أفل تبصرون شوفوا الملك اللي عندي ملك عظيم ديك ساكات مصر دولة عظيمة حلقنا الآن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بكل دولها هكذا كانت مصر أيام زمان فيها الفلاحة والزراعة ونهر النيل كان خصب والأموال طائلة والخيرات كثيرة فتعجرف فرعون وتكبر ونادى في قومه يا قوم أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفل تبصرون وأجبر الناس للسجود له والركوع له فظهر سيدنا موسى عليه السلام النبي ربنا عز وجل كلما كتر الفساد في منطقة معينة أو في قوم بعت فيهم نبي أو رسول بعت سيدنا موسى عليه السلام لكي يخبرهم بتصحيح العقيدة وتصحيح المفاهيم وإعادة الأمور إلى نصابها لكن موسى كان فقير كان راعي الغنم وش ممكن راعي الغنم يقوم بمخاطبة سلطان عظيم كفرعون ويتكلم معهم ممكنش هذا في مقام رفيع الغنى والتروة والسلطة وسيدنا موسى كان راعي الغنم وأكثر من هذا كان يتيم وأكثر من هذا كان لا يستطيع الكلام كان لكن اللسان لكن الله عز وجل يجعل سره في أضعف خلقه وما اتبع موسى إلا الضعفاء والفقراء والمساكين فكان فرعون يسخر منهم داروا مع جميع الوسائد للحوار ودل الإقنع ولكن فرعون لم يقتنع في الختام أراد موسى عليه السلام أن يهاجر يهاجر منطقة مصر ويدهب إلى منطقة أخرى لكي يجمع قومه من بني إسرائيل ليحافظوا على قواعد وإلا فإن فرعون كانت يقول لهم اللي بغي ياخد حقوق المواطنة في دولة مصر العظمى لابد أن يقدم القرابين للآلهة ويقدم الطوع لفرعون فقال لهم موسى عليه السلام أي مواطنة هذه في دولة كافرة مستبدة علينا أن نهاجر فهاجر سيدنا موسى مع قلة قليلة من بني إسرائيل فرعون بعض المستشارين ديولو قالوا لي شوف ره الأنبياء كيخرجوا من ديار ديارهم ضعافة وكي يعودوا ورجعوا لها أقوية إذا خلت موسى تفلت منك ره غد يمشي البلدة أخرى وغيد قوة وغيد دير أنصار وغيد يكون جيش عرم وغيد يرجع بشي هاجم عليك أحسن طريقة ديرها الآن تبعوا هو القوم ديالو وقم باغتيالهم جميعا فرعون سمع الآراء دي المستشارين ديالو وجمع جيش كبير وانطلق في غرور وكبر وأراد أن يصل إلى موسى سيدنا موسى غادم على الأصحاب ديالو هربانين وفرعون يتبعه مع جنوده فرصان كبار وجيوش أقوية إلى أن وجهه البحر تحبس سيدنا موسى تحبس مع البحر القوم ديالو اللي فيهم إيمان ضعيف قالوا يا موسى اتبعناك واحنا يدب حصلنا إنا لمدركون احنا وصلنا دب الآن إلى الحافة وهذه اللي خلالين هاو فرعون تبعنا وسيدنا موسى عليه السلام يقول لهم فين الإيمان ديالكم فين التضحية ديالكم خلكم اتبات على الموقف هناك انقسموا بني إسرائيل فئة فيهم إيمان قوي بقوا تيقين بسيدنا موسى والفئة العارضة بدوك يتجدلوا معه يقولوا احنا لحماق وأغبياء اتبعناك آدب البحر أمامنا وفرعون من خلفنا وإنا لمدركون وصافي غد يوقع لنا الهلك تم سيدنا موسى يقول لهم لا إن معي ربي سيهدين كانت بغي يبت فيهم العقيدة ويبت فيهم المعية الربانية الله معنا الله يحمينا الله القوي يدافع عنا لكن المتدبدبين لم يؤمنوا بمثل هذه المبادئ فوقع الذي وقع معجزة عظيمة كبيرة سيدنا موسى سوف يحمل عصاه التي تنقلب إلى حية فيوحي إليه الله تعالى بأن يضرب بتلك العصى البحر هل هذا يمكن هل يعقل عصى سيدنا موسى استعملها لرعي الغنم غير يضرب بها البحر وغير يتفلق ممكنش لكن هذا هو الإيمان بالمعجزات ذي الأنبياء والكرامات الصالحين سيدنا موسى يضرب بالعصى ديالو فإذا بالبحر ينفلق ويتجي وحد الطريق معبدة ميسرة والأمواج بقت عن اليمين وعن الشمال واقفة جامدة حتى مر سيدنا موسى عليه السلام ومر معه قومه كلهم بسلام فلما وصلوا إلى الضفة الأخرى تبعهم فرعون وجنوده ربي عز وجل مهد لهم تمهيدا حتى وصل فرعون وجنوده إلى وسط البحر فأمر الله تعالى الأمواج فغارت عليهم فغرق فرعون ومن معه جميعا ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز الذي أنزله على قلب سيدنا محمد في مثل هذه الأيام من عشرة لكي يذكر قومه الصحابة بقصص الأنبياء والمرسلين قال الله عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا تم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما أكثرهم بمؤمنين وما أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم حدث عظيم وقع في ذلك الزمان وهي سنة لإهلك الظالمين لأن ربنا عز وجل در قاعدة قاعدة كونية أن أي وحد كان يضلم وكانك يستبد ما تفرحش ليمسكين هذا لا يفهم لو كان يفهم حقيقة سنة لله تعالى لعلم بأن نهايته ستكون دائما إلى البوار وهذا هو حقيقة دير البشرية جمعا وهذا حدث متكرر يقول ربنا عز وجل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين لك يعرف الحقيقة هولدت تاريخ تاريخ البشرية وشحال دي الأقوام وشحال دي الزعماء وشحال دي العظماء وشحال دي الأحداث سبحانك يا جليل ويبقى الله عز وجل متفردا في جلاله فرعون قال الله تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فعلا فرعون رفضه البحر لفضه البحر هو اللي خرج فالقوم دياله قالوا سبحان الله بل قالوا سبحان فرعون قالوا جميع الجنود غارقوا إلا فرعون قدفه البحر بمعنى أنه إله فازدادوا في غيهم فصنعوا له تابوت ودالوا له الحنط وضل فرعون إلى يومنا هذا وغد يبقى إلى قيم الساعة فرعون غد يبقى دائما موجود اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية نسلم الآن في سياح كيمشوا المصر وكيزروا الأهرامات وكيشوفوا فرعون كيلقوا بأن الله تعالى خلى الجد تدياله ظاهرة أعلاش لأن أي وحد كيزيش دم دم قصير إما كيسرق إما كيفسد إما كيشرب الخمر وإما كيقتل هذه كلها جرائم عظيمة ولكن جريمة فرعون أعظم لأنه ادعى الأولوهية خلى الله عز وجلها كدم كفر حتى الوحد النهار وقع له وحد تأكل من جهة الجنجمة فابغوا الناس المصريين في قطع سياحة حول ما أمكنه يدركوه فالقوا بأن العلاج غير متوفر عندهم في مصر خاصوا من يمشي الفرنسا فعلا في أيام فرنسوا ماتيرون غدي هزو فرعون في طائرة خاصة غدي يمشي معه موكب غدي يوصلوا إلى إلى فرنسا إلى باريز إلى مدينة الجن والملائكة وفي مطار باريز سوف يستقبله الرئيس الفرنسي فرنسوا ماتيرون وتشكيل من الحرس الجمهوري وسوف يضربون الجوقة الوطنية الفرنسية الفرنسية وأيضا الجوقة الوطنية المصرية وجبوا فرعون فوق تابوت وفوق استجاد الأحمر لأنه سلطان هذي مرسيم وتقوس ديبلوماسية تقاموا في حضرة وحضور رؤساء الدول وزعمائها وفرعون كان ملكا عظيما فأراد الله عز وجل أن يقع هذا الحدث رام صور في الأنترنت لبغي شوفه بش العالم كل يعود يعرف المصير دي الفرعون أشاهد عندنا أيها الأحبة الكرام أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما رجع ذهب إلى المدينة المنورة وسأل بني إسرائيل لم تصمونا هذا اليوم قالوا فيه نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وأغرق فرعون وجنوده فقال لهم نحن أحق بكم من موسى وأمر بصيام ذلك اليوم بعض العلماء يقول لك هذا فيه معنى التضامن ديال النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه موسى ومشاركته له في الفرحة والشكر لله تعالى على هذه النجاة تضامن جميل وحد الإنسان بعيد عني ولكن إنسان فاضل وده وحد العمل جيد أتضامن معه فلسفة التضامن فلسفة أنني أنصر الحق أينما كان هكذا فعل النبي الكريم وليت اليهود الآن يقدرون هذا الصميع كيف أن نبي الله محمد تضامن مع أخيه نبي الله موسى فالنبيا أن يكفر السنة التي قبله قال صومين وعشراء يكفر السنة الماضية فسيدنا محمد قال لا بد أن نخالف اليهود لأنهم خالفوا دين نبيهم وشريعة ربهم فقال لهم لو بقيت من قابل لأصومن تسعى لو بقيت من قابل لأصومن تسعى لكن النبي الكريم السنة التي بعدها كانت حجة الوداع فالتحق بالرفيق الأعلى فلم يتيسر له أن يصوم التاسع والعشر فنحن مطالبين أيها الأحبة الكرام إحياء لهذه السنة النبوية الشريفة أننا نحتفل بعشراء بالصيام أعظم احتفال يكون بالصيام والصيام إن شاء الله غد يكون غدا أو بعد غد غد السبت غد يكون كتسمة يوم تاسع والحد يوم العشر فاللي بغي ياخد الأجر والتواب ويغفر له الله على السنة الماضية كلها ما عليه إلا أن يصوم التاسع والعشر لم يقدرش على الأقل يحافظ على العشر لأنه المقصود بذاته فربنا عز وجل يعلم أننا نحن بني آدم خطائين ورحمته اقتضت أن يتيح لنا مكفرات لكي يمح لنا الآتار للخطايا والسيئات فهذه نعمة أعطلنا ربنا عز وجل والصيام من أعظم مكفرات لأن فيه ترك الشهوات ومجاهدة النفس وتضييق مجال الشيطان الذي يجرم لآدم مجرى الدم فعلينا أن نسعى إلى صيام التاسع والعشر السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر